الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرنينش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية إلى تركيا وخلال الزيارة أكد الرئيس السيسي على أن ما تعيشه المنطقة من أدمات يؤكد أهمية التنصيق والتعاون بين مصر وتركيا لمحاولة إرساء السلام والاستقرار وأشهد الرئيس السيسي على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقررات الشرعية الدولية وبدوره أكد الرئيس التركي رجب طيب أردغان أن أنقرة والقاهرة سيحتفلان في العام المقبل بالذكرى المأوية لتأسيس العلاقات بينهما وأشهد الرئيس التركي بكون بلاده أصبحت من أكبر خمسة شركاء اقتصاديين لمصر كذلك أكد الرئيس التركي أن أنقرة والقاهرة لديهما باع كبير في قضايا إحلال السلام مما يستلزم ضرورة تواصل التنصيق المشترك تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواسى للعاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان في وفاة مخفور لها الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز السعود دعينا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في الجلسة الافتتاحية لقمة منتدى التعاون الصيني الافريقي بالعاصمة بكين وآلد وصوله إلى مقر الجلسة الافتتاحية بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين جرى التقاط الصور التذكالية مع رؤساء الدول والحكومات المشاركة وفي كلمته أمام المنتدى تعهد الرئيس الصيني شيجين بينج بتنويل مشاريع في إفريقيا خلال السنوات الثلاثة المقبلة بخمسين مليار دولار وقال الرئيس الصيني أن بلاده ستطلق مناورات ودوريات عسكرية مشتركة مع دول إفريقية وآضف الرئيس الصيني أن بكين ترغب في تعميق التعاون الصناعي والزرعي والتجاري والاتثماري مع القرى مشيرا إلى أن الصين وإفريقيا ستنفذان 30 مشروعا ربط البنية التحتية وسيخلقان أهدافا مشتركة للتنمية الخضراء أعلن مصدر رفيع المستوى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي روغ الأكاذيب للتخطية على فشله في غزة وأضاف المصدر أن ترويج نتنياهو لتهريب السلاح من مصر جذوبة لتبرير فشله في السيطرة على تهريب السلاح من إسرائيل إلى غزة مشيرا إلى أن إسرائيل فشلت في القضاء على مافيا تهليب السلاح من كرمبو سالم إلى قطاع غزة وأكد المصدر أن الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها بشكل كامل داخليا وخارجيا وأن نتنياهو يمهد من خلال إدعاءاته لإعلان فشل الأمني والسياسي وعدم العثور على المحتجزين أو تحقيق أي انتصار عسكري بغزة والضفة الغربية المحتلة أعلنت حركة حماس أنه ليست هناك حاجة إلى مقترحات جديدة بشأن صفقة وقف إطلاق النار وأن المطلوب الآن هو الضغط على نتنياهو لإلزامه بما تم التوافق عليه مشيرة إلى أن قرار نتنياهو بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا يهدف لإفشال التواصل لاتفاق ميدانيا استشد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته أنحاء متفرقة في قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية استشهاد 23 فلسطينيا في قصف على عدة مواقع في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية استشد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طباس بالضفة الغربية المحتلة وبالتزامن مع اقتحام مخيم الفارعة قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مركبة في مدينة طباس مما أصفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين ومن جانبه زعم الاحتلال الإسرائيلي أن القصف استهدف أشخاصا شكلوا تهديدا على حد قوله قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياضة منصور إن إسرائيل تشن حربا كاملة على الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي على نحو فج وأضاف منصور خلال جلسة لمجلس الأمن حول غزة أنه آن الأوان لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف العضوان الإسرائيلي وأنه لا يمكن تبرير إرسال الأسلحة إلى إسرائيل لقتل الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ومن جانبه قال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن الاحتلال الإسرائيلي واصل فرض عقوبات جامعية على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وأكد المندوب الجزائري أن القتل والضمار في غزة يكشفان عن همجية تهدف إلى محو الهوية الفلسطينية وأشدد بن جامع على ضرورة أن يتحرك مجلس الأمن دون مزيد من التأخير لضمان احترام قراراته لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وأوضح المندوب الجزائري أنه منذ أكتوبر أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أكثر من 8700 فلسطيني مفقود معظمهم من غزة